المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات خططنا فان من رفع كفاءة 25 ألف كيلو متر طولي من الطرق بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كيلو في الصعيد بتكلفة 10.6 مليار جنيه من أهم هذه الطرق طريق منشعة أوطيف مركز النورس الفيوم طريق الفقاعي مركز بيبا محافظة بنسويف طريق عرب الزينة مركز ساملوت محافظة المينيا طريق العتمنة مركز منفلوت محافظة أسيور طرق مبادرة حياة كريمة تم التخطيط تفن من رفع كفاءة وتجديد الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدراجة بمبادرة حياة كريمة اللهمة 52 مركز و136 قرية بإجمال 166 طريق بطول 2870 كيلو بتكلفة 10 مليار جنيه منها 1222 كيلو في الصعيد بتكلفة 5.9 مليار جنيه من أهم هذه الطرق طريق إنا الوقف الصحراوي الغربي ومركز الوقف محافظة إنا طريق جرجة مطار سهاج الصحراوي الغربي مركز جرجة محافظة سهاج طريق الأقصر إسنى الزراع الشرقي مركز إسنى محافظة الأقصر مشروعات الكباري العلوية وكباري المزلقنات على السكة الحديدية مخطط تنفيذ ألف كبري ونفق أفندم ليصل إجمالي في مصر إلى 2500 كبري ونفق تكلفتها تصل إلى 140 مليار جنيه لما الألف كبري منها 365 كبري ونفق في الصعيد بتكلفة 50 مليار جنيه ومن أهم هذه الكباري والتي تم الانتقام التنفيذة فعلا ومخطط يفتحها اليوم كبري المديرية ببني سويف كبري جرجة بسهاج كبري البليانة بسهاج كبري أعلى مفيد توشكا ثانيا مشروعات السكة الحديدية تم التخطيط للتورير ورفع كفاءة الوحلات المتحركة في السكة الحديدية بإجمالي 53 مليار جنيه تطوير نظم الإشارات بـ 50 مليار جنيه تطوير البنية الأساسية بـ 105 مليار جنيه تطوير الورش بـ 15 مليار جنيه تنمية العنصر البشري 2 مليار جنيه بإجمالي تكلفة مالية 225 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه فقط لمشروعات الصعيد أولا تطوير الأصول لحاية المتحركة الجرارات تم التعاقر يفنم على توريد 260 جرار جنيه بالإضافة لإعادة تأهيل 172 جرار بتكلفة إجمالية حوالي 13 مليار جنيه منها 170 جرار جنيه و110 جرار مجدد لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالي 8.5 مليار جنيه وده الخط الرئيسي عندنا فنم في مصر عربات الركاب تم التعاقر على توريد 1300 عربة في سابقها أول مرة تحصل في مصر عربة جديدة ورفع كفاءة وتجديد عدد 1313 عربة بتكلفة إجمالية حوالي 19 مليار جنيه منها 850 عربة جديدة وعدد 870 عربة مجددة لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالي 12 مليار جنيه لرفع طاقة نقل الركاب في السكة الحديد من 900 ألف راكب في اليوم في عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب في اليوم في عام 2024 وإن شاء الله يا فنم سيادتك هتشرفنا في محطة أسوان إن شاء الله هتشاركنا في فرحتنا إن شاء الله بهذا الحدث الكبير ودي تبقى هدية هدية سيادتك إن شاء الله للشعب المصري إيه هي بقى سيادتك المفاجأة إنها هنحتفل برفع آخر عربية من قديمة من على خطوط الشكل حديد بالكامل من محطة أسوان ويبقى عندنا كل العربيات جديدة أو مجددة اعتبارا من واحد نهر القارب إن شاء الله بإذن الله يا كامل هما 1300 عربية وتجديد 1300 تانين 19 مليار بس الألف و300 عربية لوحدهم ساتك بحوالي ساتك مليار وشوية دولار يعني تقريبا حوالي 16 مليار جنيه مصري والتجديدات ساتك اللي بتتمح تقريبا حوالي 3 مليار يعني حوالي ده ساتك لعربيات الركاب فقط لسه جاي ساتك على عربات نقل البضاعة وغيرها طبعا الجرات فإن شاء الله فن بإذن الله سيادتك تشرفنا محط أسوان إن شاء الله هتشاركنا فرحتنا بهذا الحدث الكبير وديها تبقى هديث سيادتك إن شاء الله يا فنم للشعب المصري من أسوان عاصمة الصعيد بمناسبة العام الميلادي الجديد ده يا فنم نموذج من الخطرات الجديدة اللي بتخدم أهلينا في الصعيد دي بالتحديد في محافظة أسوان في منطقة العقبة عربات نقل البضاعة يا فنم تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد عدد 1300-1215 عربة بضائع أنواع بتكلفة إجمالية 4 و 1 من 10 مليار جنيه منها 790 عربة بضائع أنواع لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالي 2 و 7 من 10 مليار جنيه أكتر خط يا فنم بننقل عليه رخام وطفلة للمصنع الأسمنت وبضائع كلها تقريبا من صعيد مصر إلى الدلتا والقاهرة وده يا فنم هيمكننا أن نرفع طاقة نقل البضاعة عندنا من حوالي 4 مليون طن سنويا في عام 2014 إلى 13 مليون طن سنويا عام 2024 تطوير نظم الإشارات جالي تطوير نظم الإشارات على أربع خطوط رئيسية بإجمال أطوال ألف و 900 كيلو من إجمال الشبكة الرئيسية التي يصل طولها إلى 10 تلاف كيلو طبعا منهم خط واحد وهو خط القهيرة أسوان 900 كيلو لتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث لضمان معدلات الأمان والسلامة وتقليل زمن التقاطر وبالتالي زيارة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه أهمها خط القهيرة أسوان بطول 900 كيلو بتكلفة حوالي 24 مليار جنيه البنية الأساسية فنم أهم حاجة فيها المحطات تم تخطيط تطوير 270 محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها 108 محطة فقط في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير كل المحطات بالإضافة إلى المحطات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة دولي فنم المحطات دي محطات تاريخية عندنا كان لازم نرجعها زي ما هي ورجعناها فعلا الحمد لله لوضعها يوم ما تبنت بالظبط سواء محطة مصر في رمسيس أو محطة مصر في إسكندرية أو محطة الأقصر أو محطة سكك حديد أسوان اللي ستكتشرفنا فيها إن شاء الله قريبا بإذن الله من أهم محطات السعيد الأخرى محطة أبو تيج ده في أسيوت محطة ساملوت محطة ناجة حمادي محطات محطة المراغة دي كلها فن محطات مراكز ودخلنا برضو على محطات القرى وإن شاء الله بإذن الله في نهاية 24 يكون كل محطاتنا جريدة بالكامل وبطراز معماري فريد إن شاء الله بإذن الله تطوير وتجدير خطوط السكة تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة وتجديرات خطوط قائمة بطول 333 كيلو بتكلفة إجمالية 61.5 مليار جنيه منها 1665 كيلو لصالح خط الصعيد بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه حيقول لحد إن خط الصعيد تقول لي مش شوية 900 كيلو اللي احنا فنم عندنا في الصعيد أصلاً أيضاً كمان خطوط سواء في الوسطى أو سواء خط الوادي الجديد اللي احنا بنعمله أو دلوقتي بنعمل فنم زيادة على خط الصعيد من أصوان حتى أبو سيمبل كمرحلة أولى من الرابط مع السودان أصوان ودي حلفة والأول مرة في مصر تشارك في هذه الخطة ست الشركات مصرية من القطاع الخاص أوراسكم سام كريد الرواد السويدي الغربلي كونكريد بلاص بالإضرافة لاتنين شركة ملوكة للسكر الحديد ونسعى إن شاء الله لزيارة هذه الشركات لزيارة التنفسية ونقل الخبرات ما كانش يا فندم حد بيحط إيده فيه رفع قضيب أو إن شاء قضيب جديد إلا الشركتين بتوعي السكة الحديد طبعا المسافات بقت كبيرة جدا بقت كبيرة عليهم الجودة بدأت تقل كان لازم نشرك القطاع الخاص دخلنا ست الشركات من إجمال ستتاشر شركة وإمكانهم كلهم موجودين قاعدين وراء وأنا طلبت منهم من يومة عينت كلهم يقدموا عروض ويشتغلوا في السكة الحديد والحمد لله نجح ستة منهم في التأهيل ودخلوا معنا والعشر البقين إن شاء الله قادمين بإذن الله ربيعا تطوير الورش تم تجديد وتطوير ورش السكة الحديدية بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة وتخصيص ورشة لكل نوع معين من الوحادات المتحركة يتم العمل فيها بالتعاون مع الشركات المتعاخدة على الصيانة لهذا النوع من الوحادات المتحركة بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية وخاصة في مجال الإدارة والتشغيل وعلى شبيل المثال ورش السبتية بالشراكة مع شركة بروغروسريل الأمريكي لمتعاخدة معنا على جرات بي أر إل ورش التبين بالشراكة مع شركة جينر إليكتريك الأمريكي متعاخدة معنا أيضا على تورير وصيانة جرات جينر إليكتريك ورش الفرز بالشراكة مع شركة ترانسيمات شولدنج روسية لمتعاخدة معنا على 1300 عربية ورش العباسية بالشراكة مع شركة فيستا البين أن يسويها لإنتاج مفاتيح وإبر السكك الحديدية تنمية الأنصر البشر وده أهم الأنصر عندنا يا فن بناء على توجهات سيادة كفنم تم واضع معايير ومنهجية جريدة لانتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية في السكك الحديدية والتي تم تطبيقها في اختيار عدد 550 مهندس وتدريبهم لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية وعدد 3.250 فني وقائر قطار وتدريبهم لمدة 6 أشهر مع عبدالباص صف المعلمين بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية القطار الكربائي السريع دول إقامة كاملة يا كامل إقامة كاملة يا فندم ما بيخرجوش زي الطلبة زي الطلبة يا فندم ما بيخرجوش يا فندم إقامة كاملة واكل شارب آيم بيتضرب فقط طب تمام شكرا